بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم دكتور محمود حسين في قرص المقرر على المستوى العاشر في كلية الهندسة جمعة الملك خالد في قسم الهندسة المدنية إن شاء الله هنبتدي مع بعض شابتر 2 شابتر 2 هنتكلم فيه عن تصميم الأساسات المنفصلة هتقول لي ما احنا خدنا تصميم الأساسات المنفصلة في أساسات واحد لا هنتكلم عندنا في الكورس بتاعنا إن هي تبقى معرضة لإكسنتريك فورسز أو قوة غير محورية ونعرف يعني إيه قوة غير محورية من البرت الأولاني في شابتر 2 اللي هو الديفينيشنس أول نوع من أنواع القوة الغير محورية هنتكلم فيها عن يعني إيه الكلام دوت طبعا إحنا لو أنا عندي فريم بالشكل ده الأحمال هنا متمثلة والأطول دي متمثلة القعدة بتاعتي ديت مش هيبقى عليها مومنت كل اللي هيبقى عليها مين هيبقى عليها قوة محورية وده غير مقرر علينا في الكورس ده خدنا في أسات واحد لكن لو نبص مع بعض المين للأساس اللي قدامك دوت عندي فريم بالشكل ده آه في حمل موجود هنا الحمل ده بالإضافة للرأكشن أو الأكشن اللي هيدي على القعدة فورس بالشكل ده هيدي كمان مومنت هنا السؤال بقى المومنت ده هل المومنت ده ممكن يرجع الناحية التانية؟ لا عشان كده بنسمي المومنت ده ايه؟ بنسميه وان دايريكشن مومنت أو عزم في اتجاه ايه؟ واحد وفي الحالة ديت لو كان أو الحالة الأولانية بتاعتنا اللي احنا خدناها دايما العمود بيبقى فين؟ في نص القعدة عشان يبقى ماله يونيفورم لكن لو انا خليت العمود بتاعي في نص القعدة في حالة المومنت ده هنلاقى ان الستريس بقى ماله بقى non uniform زي ما انت شايف ما بقاش ماله يونيفورم زي ده في فرق ما بين الستريس يونيفورم هنا وان هو ماله non uniform فاحنا بنعمل ايه هنا؟ بنحاول نطول القعدة بتاعتنا بالمسافة اللي هي الايه بتاعتي بحس في الآخر لما جيب الستريس تحت القعدة هنا يبقى الستريس ماله يونيفورم يعني لو تلاحظ هنا ان العمود بتاعي هنا هوت مش في نص القعدة في ماله في مسافة اللي خلى فيه العمود ده مش في نص القعدة هنا هوت ان العمود ده عليه مين؟ مومنت بالشكل ده فهو كان عايز يصمم هو طبعا مش غلط ان انت تصمم القعدة بتاعتي على ماله non uniform ولكن لو انا عندي الصلاحية ان انا اطول القعدة بتاعتي من ناحية اللي فيها المومنت ده فهيخليلي الاستريس بتاعي يونيفورم الكلام ده نعمله ازاي؟ ده اللي هنشوفه فيه الاجزاء القادمة ان شاء الله شكرا